يعني يقول لك هما في عالمهم إذا أعطيناك أي مساعدة لا بد من دفع الثمن طيب دفع الثمن ما هو الثمن؟ الثمن الوحيد المطلوب هو جسمك الثمن الوحيد المطلوب هو جسمك والشيطان يفتح للإنسان 99 باب من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من أبواب الشر إن استطاع إلى ذلك سبيلا الإنسان الزوهري أنا أعترف بذل مصطلح لكن كإصابة أعترف بوجودها وهي التي أسميتها الإصابة الموردة لأن الإنسان الزوهري لما ندخل ونكتب زوهري سيخل لنا كثير من المعلومات الغريبة ولا منطقية أصلا لا منطقية وهي غريبة عجيبة حيث أنها تبث في نفوس هؤلاء المرضى عفنا الله وإياكم مما ابتلاهم به وعفهم رب العالمين هؤلاء المرضى منهم من يصل به الأمر إلى أن يحسب نفسه أنه من ورثة الأنبياء بل منهم من يصل إلى أنه المهدي المنتظر نعم بكترة الوساوس يرى نفسه هو المهدي المنتظر ومنهم من يرى أنه ذو كرامة وذو بركة وما إلى ذلك وأنه من الناس يعني نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حين أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا هذه بنته قال لها لا أغني عنك من الله شيئا إذا هي اتبعت اتبعت سبيلا غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فما بالك بهؤلاء الذين يعتمدون على مثل هذا الأمر من هؤلاء المرضى يقول لك أنا لي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ومن بعد النسب لا يعني شيء إن لم تكن من العاملين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا فقط ولذي يغنيك أما نسبك له وهل يغنيك من حساب الله من عدم لا هذا أمر واضح وبالدلائل كما قلنا أن فاطمة قال لها لا أغني عنك من الله شيئا إذا أنت لم تتبعي ما أنزل عليه طيب نعود إلى أصل هذه الإصابة المورثة ما معنى الإصابة المورثة عفون حينما نقول إصابة مورثة فأنا لا أقصد بها هنا توريث الجن من الجن من جسد إلى جسد أو بالأحراء انتقال الجن من جسد إلى جسد لا هذا فهم الخاطئ إصابة مورثة أن ينقل هذا المرض الروحي الذي هو في أصل من الأصول سواء كان في الأبي أو الأم أو الجد أو الأجداد أو جد الجد أو جدة الجدة وهكذا يعني له أصل من الأسرة إنما من هؤلاء المذكورين الأبوين أو الأجداد الأبوين أو الأجداد فهذا التكوين لهذا الجنين في هذا الرحيم الذي تشبع بالإصابة الروحية خصوصا بالأسحار وحينما نقول الأسحار هنا فنحن أمام نوعين من السحر السحر الإنسي والسحر الجني إذن هذه الرحيم إذا تشبعت بسحر مثلا من عالم الإنس وسحر من عالم الجن فإن هذا الجنين الذي سينبت في هذا الرحيم سيتشبع جينيا بالإنبعاثات المرضية التي يعج بها رحم تلك الأم نعم هي إصابة هذه الإصابة لا تكون قبل الولادة ولكنها إصابة تكون بعد الولادة لأنه لا بد من ناقل الناقل إلى المنقول المنقول لا يوجد إلا بعد الولادة لهو الولد فبعد أن يأتي هذا الجنين هنا يبدأ التشبع الجيني بهذه الإصابة إذا قلنا تشبعا جينيا ماذا نقصد به؟ نقصد به اكتسابا قدراتيا من عالم الجن والشياطين بمعنى أوضح أن هذا المريض يكتسب خصائص وقدرات ليست عند غيره من الإنس من بين هذه القدرات أن يكون عندهم مكاشفة يرى ما لا نرى نحن بالرؤية العادية ممكن مثلا يكون في مكان فجأة يرى السحر الموجود في هذا المكان ويرى مكانه مثلا هو في الطابق السفلي والسحر في الطابق العلوي وهو لأول مرة دخل هذا البيت فإذا كان من من عرف عنهم المكاشفة هذا أول ما يدخل إلى هذا البيت يئما تأتيه صور يئما تأتيه إيحاءات يئما تأتيه تخاطرات أو وشوشة تدلها على مكان هذا السحر سواء كان يريد ذلك أو لا ليس كلهم يرون هذا الأمر صحيح لذلك هذا الذي يكون عنده هذه الرؤية وهذه المكاشفة حقيقية فإنه إذا رأى شيئا يجده حقيق لأن هناك من يرى أشياء لكن يرى في عالم الجن ويبطلها في عالم الجن فهذا إما ملبس عليه وإما الأمر حقيقي لا نستطيع أن نجزم بذلك لكن الذي يرى الأشياء يرىها بالطريقة المذكورة ثم عند الذهب إلى المكان الذي يرىها فيه يجدها حقيقة هذا عنده مكشفة قوية والإثنين لا يسلمان من استدراج لا الذي يرى هذا حقيقة ولا الذي يراه ولا يجده الإثنين أمام نوع من الاستدراج والإثنين أولى لهما أن يترك هذا الأمر نهائيا الذي أراه الذي أراه تلك الأشياء إذن من هذا الذي أراه تلك الأشياء ليمكن أن نقول بأنه رآها بجسده لا لا يمكن هناك تدخلات خارجية منهم من يعرف أصل هذه التدخلات ومن الذي قام بها ومنهم من لا يعرف ذلك لكن الحقيقة أن هذه التدخلات لا تكون إلا من العالم الآخر لهو عالم الجن والشياطين إذن أنا كإنسان واعي حتى أقطع على هؤلاء تأثيرهم على قلبي وعلى صدري وتمكنهم مني واستدراجي أرفض هذه المساعدات كليا أرفضها وجب علي أرفضها حتى لا أعطيهم فرصة يعني يقول لك هما في عالمهم إذا أعطيناك أي مساعدة لا بد من دفع الثمن طيب دفع الثمن ما هو الثمن؟ الثمن الوحيد المطلوب هو جسمك الثمن الوحيد المطلوب هو جسمك والشيطان يفتح للإنسان 99 باب من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من أبواب الشر إن استطاع إلى ذلك سبيل لأنه لماذا هم يريدون جسم هذا الإنسان؟ لأن الأصل في هذا التصليط الأصل في هذا التصليط هما أمرين إما أن يريدوا توريثه علاجا كان عند أحد الأجداد أو الجدات توريث علاج مثلا عندنا مثلا يقولون أعالج بالبركة يضع يده على الحبة مثلا فتزول فتزول طيب هنا هذا التدخل هنا هل هو بيده أم هناك أشياء أخرى خفية ونحن نبعد إلى نذهب إلى أبعد من ذلك رئيس روسيا في أعظم وش السبعينات أو القصة معروفة في الأنترنت معروفة كان أصيب إصابة بليغة في الأذن وروسيا دولة جد جد متقدمة يعني الطب الروسي طبعا الحال طب جد جد متقدم صح؟ إذن أكيد لازم علوم أنه يكتشفوا سبب العلة المفاجأة أنه لم يكتشف أحد ما به هذا رئيس هي خانتني الذكرة ومعرفش إسمه هناك القصة مشهورة في النت موجودة لمن أرد يبحث على الشهيد عندنا في هذه القصة أنه استعانى بأطباء من عنده ومن خارج البلد فما استطاع أحد أن يحدد نوع العلة ولا أن يزيلها ذات مرة أخبره بأن هناك مرأة عجوز في البادية أنها عندها قدرات خارقة وأنها بإمكانها أنها تساعد فذهب إلى هذا الرئيس ذهب إليها وتم تشخيص حالته وعليج في أقل من خمس دقائق كيف عليج مررت اليد على الأذن وكانت تتمتم وأشياء أخرى طيب هذا الذي صار وهذا الذي حدث أهل تعالج بيدها أم هناك أشياء في الخفاء هي التي عالجت بجسمها الجواب هناك أشياء خفية التي استعانت بجسمها لتمرير العلاج لهذا الشخص إذن هنا هناك أشخاص لديهم قدرات لكن هذه القدرات مكتسبة من عالم الجن من عالم الجن كل شيء خفي خفي غريب عجيب ننسبه إلى عالم الجن إلا إذا كان هذا الإنسان معروف بالصلاح الديني ولا عقدي وأركز على العقدي وأركز على العقدي يعني الأمر مهم ومهم جدا التحصين العقدي فهذا الإنسان المحص عقدي وعنده معروف عليه بالتقوى والصلاح وما إلى ذلك هذا ممكن أن نقول عنده كرمات لكن الكرمات تكون معروفة وبينة ليس فيها ما يريب ليس فيها تمتم ليس فيها استنزال ليس فيها توكل توكلوا ياخد دم كذا وكذا بارك الله فيكم فعلوا يعني هذا بين أنه ينقل استعانته من أن يستعين بالله عز وجل إلى أن يستعين بمخلوقات لا نراها لكنه هو ممكن يكون يراها أو أيضا ممكن هو لا يراها المهم هناك استعانة هناك استعانة بغير الله عز وجل في هذا العلاج ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر